السلام عليكم اليوم خلال أقل من 60 دقيقة سنقوم بعمل مع بعض مشروعنا الخاصة على الانترنت بدون أي خبر مسبقة وبدون أي رأسمة فأريد منك تركز مع نهاية الفيديو وأكيد ما سيكون اليوم موضوعا عن تداول أو تسويق الهرمي أو العملات الرقمية أو ما شابه لأن اليوم سنقوم بعمل مزنس حقيقي يقدم قيمة للناس قبل أن نبدأ هذا الفيديو دعني أقول لك أن الطريقة اليوم هو ليس الطريقة التي سيجعلك تصير مليونير ولكن ستجيب فيه أول ألف دولار أول ألفين أول عشرة ألف دولار حتى أول مئة ألف دولار ولكن بعد ذلك أنت بتعمل تغيير وتعمل مشروع آخر مكمل لهذا المشروع لأن ناسي ما بتعرفني أنا اسمي محمد الكويفي بلشت بالعمل على الانترنت ب2017 وقدرت جيب خلال عدد سنوات أكثر من 5 مليون دولار وساعدنا أكثر من 20 ألف طالب من حول العالم يبدأ بمشاريعهم الخاصة واليوم بدي ساعدك أن تأخذ هذه الخطوة وتبلش مشروعك خليني أقول لك أن المشروع اليوم هو شي مجرب من قبلي أنا ومن كثير من طلابي اللي هو مشروع بحتاج مهارة بس كل ما نحتاجه هو مهارة من مهارتك مشروع اسمه تقديم الخدمات الإلكترونية شو يعني؟ تقديم الخدمات باختصار أن أنا أعطيه خدمي مثل لما أنا صلح لك سيارة لما أنا أعمل لك ديكور نفس موضوع ولكن إلكترونية يعني على الانترنت فنحنا شو منقدم خدمات نقدم شي مثل بناء المواقع إنشاء الإعلانات الممولة وما إلى ذلك طيب السؤالي اللي حاجي ببعلك هلأ شو هي المهارة اللي أنا لازم أتعلمك كممتدئ؟ ومين هو شخص اللي ممكن يتفعلي مصاري حتى أعطينا هاي المهارة؟ من هو هذا شخص؟ أسهل المهارات اللي أنت ممكن تبلش فيها كممتدئ هي مهارة بناء المواقع والحمد لله في كتير برامج الآن بتخليك تبلش ببلاش يعني بدون أي دولار تبلش والناس اللي بيحتاجوا هاي المهارة هن الناس اللي عندهم غالبا مشاريع أو عندهم بيزنس أو عندهم محلات مثل محل سوبرماركت ديكان أو محل أعراس صار تأجير سيارات أو ما شابه هذول كل هاتهم يحتاجوا موقع إما حتى يحطوا الخدمات تبعيتهم شو هي أو يحكوا أكثر عن البيزنس تبعون والله نحن بهذه المخيطة للخياطة مثلا انشئنا في 1932 عن طريق الجد مدريمين وما زلنا إلى حد الآن مع عملائنا الساعدين يعني هيك شي بتحط هذا الكلام كله على الويب سايت وكيف نبدأ من الصفر الخطوة الأولى اللي أنت لازم تعملها أنك تختار منصة لبناء المواقع طبعا فيك كثير منصات في منها المجاني في منها المدفوع ولكل إيجابيات وسلبيات هلأ المشجار هي عندك مثل كانوا مثلا وعندك مدفوع مثل سكوير سبيس وشوبي فاي وغيره هلأ شو رمشكلة هون لما يكون شي مجاني بيكون عندك دائما خياراتك محدودة ما فيك تعمل أكثر من ما فيك تعمل هذا الأنصر ما فيك تعمل هذا الطريقة أو هذا اللون وشارات المدفوعة شو مشكلتها لأنه هذا المجال عبارة عن اشتراكات مكررة كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر ففي كتير ناس ما لقى قادرة أن تدفع كل شهر أو ما عنده وسائل تدفع كل شهر أو كريت كارد ما عنده بيبال ما عنده إلى ذلك فشو الحل؟ الحل هو أنك بد تبدأ بشي مجاني أو تبدأ بشي دفعة واحدة مدى الحياة مثل نحن عنا منصة اسمها Digital Site منصة أنا عملتها كلفتنا أكثر من مليون دولار تقريبا هاي منصة بتساعدك ببناء مواقعك من الصفر بدقائي معدودة عن طريق Elements أو عناصر جاهزة تمسح العنصر اللي بدك ياه وتحطو بقلب الموقع مثلا بدي صورة بدي صورة بدي فيديو بدي نص بدي نص بك بس عن نص وحاليا لأنه نحن عاملين افتتاح جديد عاملين اشتراك دفعة واحدة بيضل عندك الموقع عدة سنوات وليس اشتراك شهري بهي طريق أنت فيك تستغل أنه شيء يرخيص بنفس الوقت بيضل عندك بميزات المدفوع طيب بعد ما اخترت أنت المنصة بتبلج بالعمل عليها أي منصة بغض نظر قد ما كانت معقدة لا تحتاج منك أكثر من يومين بالتعلم ولكن منصات السهلة تحتاج منك دقائق بالتعلم مثل منصتي أنت جاءت للسايت أو كانفا أو سكوير سويس تحتاج منك ماكسيموم ماكسيموم 20-30 دقيقة بتفهم كيف الدنيا ماشي لأنه آه هي الكبسة هيك بتعمل هيك بتسوي طيب بعد ما نحتحت أحدتنا هو أنك تختار مجال معين أنا بدي ساعبد المحاميين أنا بدي ساعد الأطباء أنا بدي ساعد أصحاب البزنس يلي عندهم مثلا بزنس بالرياضة فأنت بتختار مجال مهم جدا تختار مجال واحد يلي أنا ب lum uğ uğ Armin هو أنك تفهم شو الناس بتحب بتعرض على موقعها بهذا المجال وشو الناس الناجحة بهذا المجال بتعرض على موقعها فأنت مثلا بتساعد المدرب الرياضي المبتدئ يلي هلأ بده يبلش يعمل متابعين ويعمل بزنس وبتشوف شو المدربين القدامى الخبراء والمخضرمين عندهم بالموقع بتلاقي عندهم موقع فيه نتائج الطلاب أو نتائج المتدربين بتلاقي عندهم عبد السنين خبرة بتلاقي مثلا الوزن والطول بتلاقي ملف حطهم معلوماتك أو مكان حطهم معلوماتك فأنت بتعرف أن هدو الشارط الأربعة الأساسية فأنت بتعمل موقع فيه هدو الشارط الأربعة الأساسية بتنتقل الخطوة اللي بعدة الخطوة اللي بعدها هي أنك أنت تتواصل مع كل الناس يلي أنت ممكن تلاقيهم على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشال ميديا يلي هني مثل ما أنت بدك يلي هني ناس بدون يبدون بالتدريب جديد وتبعتهم الرسالة التالية مرحبا أنا اسمي فلان وبيشتغل بالمجال الفلاني إني أعمل مواقع إلكترونية للناس يلي عندها بزنس بمجال الرياضة فحس حاله أنه هذا أنا بحيث هني يقدروا من هذا الموقع أنه يحصلوا على عملاء أكثر صغيرة وحبيت المحتوى اللي عندك ولكن لاحظت أنه ما عندك موقع وأنا كشخص حابي أتدرب معك ما لقيت أنه عندك موقع استغربت فلأنه أنا بشتغل بهذا المجال حبيت أعملت موقع ببلاش كهدية تشوف إذا هذا الشي عجبك أو لا في حال عجبك أنا ممكن أعملك عليه تعديلات وصيانة ونضل نحن نشتغل مع بعض هلا أنت بتعمل هاي الشغلة مرة واثنية وثلاثة صار عندك نتائج عملاء فلاحقا لما حدي سألك شو نتائجك أرجيني أعمالك السابقة أنت بتورجي الأعمالي اللي عملتها للناس بالمجان وبتنتقل بعدها للخطوة التالية اللي هي اللي تتواصل مع العالم بنفس الطريقة ولكن هالمرة ما عادت عرض بالمجان قول أنا عملت للك مسودة مجانية عادةً هاي المسودة بـ 50 دولار في حال عجبتك هالمسودة المجانية فينا نشتغل على الأرض الواقع ونعملك شي مرة تتمت ما أنت يتناسب مع احتياجاتك تعطي السعر 50 دولار 100 150 حتى هو يوافق لما يوافق سأعندك عميل مبروك طيب كيف أن تجيب عملاء؟ في بس الإنستغرام يعني والسوشال ميديا ولا في طرق تانية؟ أكيد في طرق تانية دائماً أنصح بالأقارب والأصدقاء والمعارف ومن ثم الإنستغرام والسوشال ميديا ومن ثم خرائط جوجل افتح لخرائط جوجل اكتب بي صندوق البحث مدرب رياضي صالد جيم محامي بتلاقي نتائج دائماً على أي مكان بتحطه بغض نظر أنت من ساكن إذا أنت اليوم ساكن بالمغرب فيك تحط خريطة جوجل على السعودية على الرياض وتعمل بحث هناك وبيطلع لك نتائج لناس موجودين بالرياض تعمل بحث على ألمانيا برلين بيطلع نتائج للناس اللي قاعدين ببرلين وبهي الطريقة فيك تستفيد أنت من الدخل الأجنبي حتى لو أنت قاعد ببلد ما فيه كتير مصاري وحتى تتوسع أكتر وأكتر بتروح لمواقع من المستقل خمسات أبورك وغيرها هاي منصات هي منصات تقديم خدمات فإذا أنا اليوم حمد الكويفي بدي روح أخذ خدمة من حدا أو أبحث عن شخص يساعدني بتقديم خدمة معينة بروح على هاي المواقع وبكتب اسم الخدمة اللي بديها فهل في أشخاص يحتاجون موقع؟ نعم هل في أشخاص يبحثون دائماً عنه أنه أنا بدي موقع؟ نعم فبتروح على هاي المواقع أنت هي خمسات مستقل وغيرها وبتحط أنه أنا اسمي كذا بعمل كذا خبرتي كذا وهي نتائج السابقة اللي عندي سعر الموقع العادي كذا سعر الموقع الاحترافي كذا يعني بتعمل أنت باكيجات مختلفة وبتمشر هاي الوظيفة وشوي شوي بصير الناس بيجيون عندك بس عندك خرائط جوجل السوشال ميديا المعارف والأقارب وعندك مواقع مثل خمسات مستقل أبورك وغيرها طيب شو الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها بس للناس اللي قلب هاوي أنك تشغل إعلام ممول نعم تحط إعلام ممول على الفيسبوك والإنستغرام وتقول هاي خدماتي اللي بدو يتواصل معي وبهي الطريقة بسي بيجي كمان أنت عالم من السوشال ميديا هيك أنت بتجيب عملاء يوميا اسبوعيا شهريا بحيث أنت بحياتك ما تكون فقير ماديا دائما عندك مصاري لما أنت بدك كل ما عليك أنك تعمل اللي حكيته مرانا وتكرارا طبيعي ما هتلاقي نجحنا أول يوم طبيعي ما هتجيب أول مليون دولار من أول يوم ولا ألف دولار من أول يوم هتجيب أول خمسين دولار مية ميتين وهكذا إلى أن تصل للرقم اللي بدك هلا خلينا نفترض أنك أنت وصلت لأول عشرة ألاف دولار لأول مئة ألف دولار وحاتت توسع للملايين شو الخطوات لازم نعمل شيء اسمه التجارة الإلكترونية كيف بتم كمان بدي ثلاث خطوات خطوة الأولى أنك تختار المنتج الصح لما نحن نعمل تجارة الإلكترونية المنتج إذا كان لناس حاببته مرغوب مطلوب حنجيب مبيعات إذا ما كان مطلوب ما حنجيب مبيعات فلذلك أنا بركز على المنتجات يلي أصلا الناس عم تبحث عنها وهذا الشي بتلاقي عن طريق أنك تدور على منتجات الناس تشتريها من الأمازون من علي إكسبرس تيمو وغير من المواقع كل ما عليك أنك تأخذ هذا المنتج وتحط عليه شوية تحسينات التعديلات التجميلات أنا أنصحك بنوع سهل جدا للبداية هو الديزاين أنه كنزة مختلفة عن الآخرين بانطلون مختلفة عن الآخرين نظارة مختلفة عن الآخرين إن شاءات الديزاين الناس تشتريها ليس لأنه أرخص تشتريها لأنه أحلى فأنت أعمل شيء أحلى حتى لو كان أغلب شوي الناس تشتريها عندك فالخطوة الأولى هي المنتج الخطوة الثانية أنك تعمل موقع كمان نفس الموضوع وكيف عملت مواقع تعمل موقع ولكن هالمرة سيكون متجر يعني فيه شهرة الآن فيه السعر كان السعر أصبح السعر وتضيف على هذا المتجر ضمان ضمان 30 يوم ضمان 14 يوم حتى الناس تكون واثقة منك إنه إذا ما عاجب هذا المنتج تقدر تاخله مصرية وما ينضحك عليه وهيك أنت تكسب ثقة الناس من البداية كان مبتدئ والشغلة الثالثة والأخيرة اللي هي مثل ما حكينا من شوي إنك تعمل إعلان بس بدلا ما يكون إعلان لخدماتك ولا مهاراتك حيكون إعلان لمنتجاتك كل ما عليك تصور المنتج بصورة حلوة مرتبة واحترافية وتكتب العرض اليوم اشتري واحدة بحساعات الثانية مجانا شي مغري يعني انقر الآن عن الرابط بك وصنع الرابط بروح لعملك على المتجر بيشترون عندك وبتعيد انتهي الكرة مرارا وتكرارا لحد ما توصل للإيرادات يلي أنت تتناسب مع توقعاتك وطموحاتك أما الآن وصلنا نهاية الفيديو وهيكا دا صرت بأقل نستين دقيقة عرفان كيف ممكن تعمل الشوعك الخاص فعلا إذا تضع عليك براسك ستجيب مصاري من أول ما تبلش بس بدلا شوية صبر والالتزام كان معك محمد اللي كويفي وبشوفك إن شاء الله بالفيديوهات القادمة السلام عليكم